ازايكو حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا مواليد برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء نهاردة ان شاء الله القرية اه الخاصة بتاعتكم بتاعت شهر يوليو. هنشوف قرية شهر سبعة. اه احوالك واحوال اه الشريك. بسم الله. برج الجوزاء. حبيبي لو سمحتوا ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار ويلا حالا نشوف الطاقة بتاعتك والطاقة بتاعت شريكك. انا نياتي اول كرت هسحبه اه لطاقة مواليد برج الجوزاء. بسم الله. نشوف احوالك ايه. مواليد برج الجوزاء. الفترة دي عندكم توازن في الطاقة بتاعتكم. في كل حاجة. توازن اه في حالكم الشخصية. كمان اه على رغم من انه كان بقالك فترة. الامور معاك مش موزونة. ما فيهاش توازن. ولا شخصي ولا في العمل ولا في المال ولا في اي حاجة. الا انه انا شايف الفترة الجاية ان شاء الله. هيكون عندك اه توازن. توقف العمل في الحالة العطفية في المال. وكمان توازن بين حياتك الحالية وحياتك اللي كانت في الماضي. كمان اه الجزء الاصبر في التوازن اللي انت هتحصل عليه هيكون في حياتك العطفية. وحياتك الشخصية. فخليك واعي وركز على اهدافك. انا شايفك مركز على اهداف ومركز على حاجات معينة في العطفة انت عايزت وصدها. وحاول لو هتلاقي نفسك هتخرج من دارة التركيز دي. اه اتشبز بيها اكتر علشان ما تختارش. كمان اه شايفة حدثك الفترة الجاية هيكون اه يعني واخدك للطريق الصحيح. اه اي حاجة هتحس ان فيها هيكون فيها خلل فانت هتحسها. فهترجع اه تتوازن تاني. عندك ارشاد حلو الفترة الجاية. وعندك اه تسليط الدوق يعني شايفك مسلط الدوق على اه امور انت بتختارها لنفسك في حياتك. وان شاء الله اه هتقدر تحصل عليها برج الجوزاء. طيب خليني اشوف اه طاقة شريكك. طاقة شريك ما قلت برج الجوزاء. الشريك ده بقى ممكن يكون حبيب. او ممكن يكون زوج. او كراش. دعالوا نشوف. بسم الله. طاقة بتاعته الشخص ده اللي في دماغكم اللي بتفكروا فيه ده عاملة ازاي? طاقة الشخص ده بتقولي انه الشخص ده حابب اه يكون معك ويبدأ معك بدايات جديدة. شوفوا. ازا كنتوا متزوجين. يعني انتوا الاتنين متجاوزين. فا اه الشخص ده او زوجك او زوجتك. هيحول الفترة الجاية يبين اه كل محبة وكل اخلاص. وللعلاقة بتاعتكم. وهيبقى حابب ان انتوا اه تبدأوا مع بعض بدايات جديدة. يعني حتى لو كان في مشاكل. شايفة من ناحيته. من ناحيتك هيكون في توازن. وهيكون في حل اي مشكلة بينك وبين الشخص ده. طيب. لو كنتوا منفصلين. لو كنتوا منفصلين فانا شايفة برضو ان الشخص ده عايز يرجع. يرجع. يبدأ بداية جديدة معكم. وهيتواصل معكم قريب. وهيحول انه اه يصلح اخطاء كانت في الماضي. عشان يكون فيه بينكم رابط جديد وبداية جديدة. طيب لو كنتوا عزاب ما فيش حد خالص في حياتكم. وبأكد اهوها العزاب عشان بيكتبولي اه ما حدش بيكلم عن عزاب. لا انا كل قرية بذكر العزاب. لو كنتوا عزاب وما فيش حد خالص في حياتكم. فالفترة الجاية هيظهر حد جديد او حب جديد في حياة العزاب. الشخص ده ممكن يكون اه من مجموعة الاصدقاء اللي حواليكم. من مجموعة الاصدقاء اللي حواليكم. يعني حد اه تبع اصحابكم. اوكي? يعني او صديق قديم هيظهر تاني في حياتكم. او حد كان في حياتك وفي المحور بتاعك وما كانش يباين الحب. فهيبدأ يباين ده. وهيبدأ يتكلم ويتواصل معاكم يا برج الجوزاء. طيب. اه لو حفسر البطاقة دي على اه يعني جزئية العمل. فحيكون في الفترة الجاية عمل مزدهر. وفيه شراكة تجارية رسمية اه افضل. ولو فيه اه جزء منكم بيدور على عمل فحيكون فيه عمل حلو او نقلة من مكان لمكان في الشغل. مكان احسن يعني. طيب. اه ده بالنسبة للشريك. بالنسبة للشريك. اللي هو لو بيدور على شغل. هيلاقي شغل. لو بيدور على اه شراكة جديدة مع حد فهو هيدخل شراكة مع حد. لو عايزة تنقل من مكان لمكان فحيكون عنده النقلة. دي حياته سواء في العمل او في العطفة. يعني انا كده ايه باهكر لك حياته عشان تعرف فهو الدنيا معاه ماشي يزده. الفترة الجاية دي. طيب. تعالوا بقى نشوفكم انتو. والشريك وايه حكايتكم كل اتنين بقى. بسم الله. بتقضي هنا. نشوف احوال شهر سبعة لموليد برج الجوزاء. ما تنسوش حبيبي تدعموا الفيديو بلايك. علشان كل موليد برج الجوزاء يوصل لهم الفيديو. بسم الله. نشوف احوالكم بقى. دنيا معكم ماشي يزده الفترة الجاية دي. طيب. بداية كده يا برج الجوزاء. اه انا شايفة كده في الوضع العام. انه برج الجوزاء داخل على فترة. يعني اه خلينا اقول في حياتك العام معموما. نزل عليك كده ايه الكسل. لو عايز تاكل وتنام. وشاهيتك مفتوحة. ما شايفة الفترة الجاية. وعايز لو ايه ترتاح. لاني شايفة كأنك تعبان ومرهق وداخل على فترة عايز ترتاح فيها. شايفكم كمان الفترة الجاية. اه بتبيعوا او بتشتروا حاجة. اه. وفي دفع في يعني اخدوا اعطاء في الفلوس. اه شايفكم كمان اه بتغيروا مكان. بتروحوا من مكان لمكان. سواء انت رايح لعيلتك من مكان لمكان او اه هتغير اه وضع او هتغير سكن. لكن شايفك عندك وصول لهدف انت عايزه. شايفك عندك نجاح. سواء بقى دفع لك عاطفية او في عمل. اه كمان اه خلينا بقى ندخل كده اقول لكم بقى نتكلم عن العاطفة با يعني بايه يعني بوضوح شوية. الشهر ده اه من الاشهر اللي هيكون فيها اه الوقت مناسب ان انت تختار شريك حياتك. ازا كنت حد اعزب. وهتقدر توصل للحاجة اللي انت عايزها. هتقدر توصل للحد او للشخص اللي انت عايزه. يعني انا شايفة العزاب. العزاب اللي مفيش حد في حياتهم. في حد هيدخل حياتهم ناوي خطوبة او زواج. حلوة قوي. طيب احنا منفصلين انا شايفة ان فيه منفصلين. وشايفة ان فيه منفصلين انفصلوا. والعلاقة نهارت بينهم فجأة. وحصل نهايات مفاجأة بسبب اطراف تالتة. بسبب اطراف تالتة. شفت برج الجوزاء تمرد وخرج من الوضع اللي هو فيه. واخدت بعدك ومشيت. طيب. شايفة ايه تاني? شايفة البعض منكم. خدوا بالكم. انا دايما بقول البعض لان الراية مش هتنطبق على الكل. بس انا التكاتل اللي قدامي هقولها لكم. وكل حد ياخد التكاتل اللي تخصه يا برج الجوزاء. انا شايفة يا برج الجوزاء ان البعض منكم حاسس بتكتيفة وحاسس بتربيطة. بسبب اه بصوا بقى يعني يا انت يا الشريك. اه انه فيه عجز مالي او فيه عوز مالي. هو اللي واقف اصاد اه الارتباط بتاع برج الجوزاء. يعني ممكن يا برج الجوزاء يكون الشخص اللي قدامك ده هو عايزك. وعايز فعلا يرتبط. انا شايفة فيه ناس عايزين يكون فعلا وفيه ناس منفاصلين بسبب تفصلوا بسبب المادة يا جماعة بسبب الفلوس. ايديهم مش طيلة. انهم يكملوا ارتباط واختوبة وزواج فانسحبوا. وشايفة انه اللي عوز المالي ده خلى الشريك برج الجوزاء ينسحب من العلاقة. لما علاقة الامور هتدخل في جد. وحس انه الامور مش هتصبت معاه انسحب. الاتقة دي ممكن تكون تنطبق عليك انت او تنطبق على الشريك. ممكن تكون عكسية. بس انا شايفة فيه احتياج مالي هو السبب في فرقة اه شخصين او في انفصالهم. كمان اه شايفة عند برج الجوزاء انه اه البعض منكم كان في عمل. والعمل ده او الشغل ده. فيه ناس مش كويسة فيه. وقعت بينكم وبين مديركم في العمل. ودخل المدير او رئيس الشركة او رئيس المكان اللي انت فيه رفع صفا عليك. بمعنى حصل مشاهدة كلمية بينك وبينه. وبرج الجوزاء بيفكر يسيب المكان. ولكن انت هتسيب المكان وهتروح لمكان احسن وفيه مرتب احسن. فما تزعلوش. وده كان ليه تأثير كبير على علاقتك العاطفية. ان انت حابب ان انت يعني اه تكمل حياتك او يعني اه تمشي الدنيا. طبعا الفلوس والشغل هما اساس الحياة. وده كان مدايق برج الجوزاء قوي. خاصة لو كان لي بسمعني طاقت ولد. طيب برج الجوزاء الشريك شايفكو ازاي? او الشخص المفاصلين عنه ده شايفكو ازاي? الشخص ده شايف برج الجوزاء? حد جميل جدا. عندكو طاقت وفعلا برج الجوزاء بيحب يهتم بنفسه جدا. وحد محبوب جدا. وحد قلبه طيب وهو شايفكو كل الصفات دي. لذلك هو عايز رجوع. يعني مش لاقي حد في الصفات بتاعتك. كمان انا شايف عند برج الجوزاء العزاب والمنفصلين? في عندهم زواج. عندكو اهو الهيروفانت. طاقت الهيروفانت وعندكو The World. شايفة في زواج عند موليد برج الجوزاء ان شاء الله في كتب كتاب عندكو. في بدايات جديدة وفي شمس بتستع تاني على حياة موليد برج الجوزاء. في حد راجع من الماضي. لانه اصلا الحد اللي من الماضي ده يا برج الجوزاء. ما نسيش برج الجوزاء. وقاعد بيفكر فيك ليل نهار. هو دماغه معاكو ما نسيكش. وفي نفس الوقت. في شخص جديد بيدخل حياة برج الجوزاء. في حد يا برج الجوزاء انت سبته ادته ضهرك ومشيت. ولكن هتسمع عنه اه خبر في العلن. يعني في خبر هيوزاع وحيوصل لك. في حاجة هتوصلك عن الشخص ده يا برج الجوزاء. طيب المتزوجين من برج الجوزاء. انا شايفة المتزوجين من برج الجوزاء. اه يعني اتعاملوا شوية بحذر علشان شايفة فيه شوية مشاكل في البيت عندكو. ولكن يعني المشاكل العادية ما متقلقش. بس برضو ناخد بالنا علشان المشاكل مدتش. فحاول يا برج الجوزاء ان انت آآ يعني ما تشدش قوي مع الشريك. اللي شايفة البعض عندكو عندهم مشاكل بخصوص المال او الفلوس. فناخد بالنا وما نحاولش ان احنا آآ يعني نكبر المشكلة. طيب آآ شايفة برج الجوزاء هو وشريكو كأنكو عتسفروا مكان تغيروا الجو عتروح مكان فيه بحر في آآ خضرة. ولكن شايفة فيه تغيير جو في آآ خروج او قال من مكان لمكان. وآآ شايفة فيه فرحة تخص طفل. يا اما ولاد الطفل جديد او حمل ان شاء الله منتظر. او نجاح لاحد الاولاد بازن الله. ولكن انا شايفة آآ ارتباط بازن الله لموليد برج الجوزاء سواء عزاب سواء منفصلين. وارتباط هيرديكم. ارتباط آآ انتو هتكونوا مبسوطين بيه وفرحانين بيه. حدا هيتكون قلبك حبه. الابراج اللي ظهرة قدامي عندوكو برج الاسد برج الطور برج الجد برج الحوت برج السرطان والعقرب والميزان والطور والجد والعزراء. وآآ طريبا كده دي كل الابراج اللي قدامه الحوت. والحمل. طيب آآ برج الجوزاء فيه حد خبيث في حياتكم. بيحاول آآ يفرق بينكم وبين الشريك. آآ ولكن انتو آآ هتكتشفوه وهتعرفوه. وآآ مش هتده بعد كده فرصة لحد انه آآ يتدخل في حياتكم. طيب. خلينا اقول انه فيه ايد بتتمدلك بالمساعدة. وفيه فلوس جيالك. وفيه رجوع سريع من الشريك. انا شايفه فيه شخص ساب برج الجوزاء. ولكن راجع باقصى ما عنده. آآ يعتذر لبرج الجوزاء ويوضح سوء التفاهم. لانه برضه اكتشف انه فيه حد كان بيوقع بينك وبينه في العلاقة. فمن وقت ما هو عارف الشخص ده. شايل المسئولية. شايفين كده وحاسس بحملة قيل على قلبه. وآآ عايز انه آآ يوضح لك الامور. آآ الشخص ده يا برج الجوزاء حاسس بتأييدة وتربيطة جمدة قويل. نتيجة برضو عايز اقول لكم لآآ طاقات سلبية. فيه طاقات سلبية. آآ زهرة هنا قدامي لموليد برج الجوزاء. علشان كده بقول للموليد برج الجوزاء حاولوا ان انتم آآ الفترة دي ان شاء الله آآ دايما تستحموا ميا بملح. يعني تجيبوا شوية ملح عاديين وتحطوهم في ميا. ملح اللي هو ملح البحر او الملح الخشل. وحطوهم في ميا ودوابون كويس قوي. آآ يعني اخدوا شوار بيهم قبل الشوار بتاعكم. كده يعني خلوا الميا تنزل على جسمكم اللي فيها ملح دي. وبعد كده اخدوا الشوار بتاعكم عادي. والميا اللي بملح لها آآ اكتر من فايدة. اولا بتفك ايطقة سلبية. سنين بتسحب برضو كل الطاقة السلبية اللي في جسمك. آآ سالسة هتحس براحة واسترخاء كده. وهتحس ان جسمك خفيف. فآآ يعني اعملوها على الاقل آآ مرة كل اسبوع او مرة كل اسبوعين. او على حسب ما انت تفتكر اعملها. آآ مش هتأذيك خالص. كأنك نزلت البحر يعني. واحنا عارفين ان البحر برضو بيفك ايطقة آآ سلبية. فناخد بلنا برج الجوزاء الفترة الجاية. وآآ آآ احاولوا تكونوا هديين واعصابكم هادية. لانه برضو الطاقة السلبية سامة هي اللي بتأثر عليكم بتخليكم عصبيين على غير العادة. طيب. تعالوا آآ نشوف كروت جزيرة الحب تقوليني ايه برضو. معقول كده. كروتك بتتنفر لوحدها وانا ما بطلعش اي كروت متنفرة هخليها. بتقع لك اربع كروت اوكي. خليهم. طيب. برج الجوزاء. انا شايفة هنا ان برج الجوزاء عندك هيلينج هيرت. فيه عندك شفاء لقلبك. شفاء من حصرة. شفاء من تأييدة. شفيني تأييدة دي بتتحرروا منها الفترة الجاية. بتتحرروا من علاقة سامة. لانه انا شايفة برضو في علاقة سامة عند موليد برج الجوزاء. في علاقة سامة. وفيه البعض منكو خرج بمنطقة سامة وعلاقة سامة ومشي مش عايز ترجع ومش هيرجع. ليه? لانكو تحسس بتأييدة وبتربيطة في العلاقة دي. مشيت. اديت دهرك اهو. ومش عايز ترجع تاني. وده الافضل. الطاقات السلبية السامة برج الجوزاء اخرج منها. شايفة عندك شفاء من حصرة قلب. شفاء من علاقة سامة وآآ خروج من ادمان لحاجة معينة بقى. من حبيب من حاجة معينة. شايفة كمان آآ من جواك. هتبدأ تهدأ. وهيبقى عندك شفاء. بتتعالج كمان داخلين الفترة الجاية. يعني نفسيتك هتهدأ. فيه ناس كتير منكم خرجوا من على كارتحهم منها. وقالوا الحمد لله. وشايفكم بتبدأوا دلوقتي ان انتو آآ يعني في مرحلة شفاء. داخلين على مرحلة شفاء. الحمد لله يا برج آآ الجوزاء. كمان يا برج الجوزاء. آآ شايفة آآ انه آآ ظهرت قدامكم مجموعة كبيرة من الحقيق ووضحت قدامكم امور ما كنتوش واخدين بالكم منها. وآآ لما فوقتوا كده وخارقتوا منطقات كانت مضايقاكم. انا شايف فيه ناس جديدة داخل حياتكم. وانساء الله في ارتباط بالناس الجديدة دي. شايفة في عندكم موضوح في حياتكم. شايفة في آآ قوة. كأن برج الجوزاء بيقوة بخروجه منطقة سلبية سامة. شايفكم كمان آآ داخلين على مرحلة جديدة. والتجديد شايفين كده تقول للزافونيكس. ده معناه انه فيه طاقة جديدة. فيه مرحلة جديدة دخل على حيات موضوح برج الجوزاء. هتشعل فيها نار الحب من جديد. عقلك وكل تفكرك هتغير للاحسن. هتترك الماضي في الماضي وشايفك بتتجه نحو الجديد ونحو الاحسن. انت فيه حاجات او فيه علاقات نهايتها يا برج الجوزاء. اهو في نهايات. وشايفة بعد النهايات دي انت بتبدأ بتدخل مرحلة جديدة والمرحلة الجديدة دي. هتساعدك ان انت توصل لاي حاجة انت عايزها بعد كده. وتاخد اه يعني مرحلة جديدة خالص في حياتك عن المراحل اللي فاتت. تعالوا نشوف اه كروت الملايكة. هتنصحنا بايه? طيب كروت الملايكة بتنصحنا بايه? او بتنصحك بايه برج الجوزاء? كروت الملايكة. بتقول لك يا برج الجوزاء اعمل نفسك ميديتيشن. زي ما انا قلت لكم? سبحان الله اللي استقل لكم استحموا مية بملح. لان من الواضح ان انتوا في فترة اللي فاتت كنتوا ضغط عصبي اه جامد جدا وده مشتت التركيز بتاعكم. هتعملوا ايه? اعملوا الميديتيشن ويفضل تعملوه بعد الاستحمام بالمية اللي بملح. وتعودوا تسترخوا في مكان. المكان ده اي مكان بقى. مكان في خضرة مكان في مية. ان شاء الله في بيتك تقعد كده في مكان. تولع شمعة. اه تسمع موسيقى هادية. تسمع حاجة انت بتحبها. اه تقعد في الهدوء خالص وتفصل تليفونك وتقعد تهدى كده في دوق هادي. المهم ان انت تعمل استرخاء لنفسك. وتبدأ تسأل نفسك الاسئلة اللي انت عايز عليها اجابات. وانت وقتها هتلاقي ان ربنا بيلهمك وبيوجهك للايجابة الصحيحة. يا برج اه الجوزاء. هتلاقي اجوبة على كل حاجة انت بتسألها. واي حاجة انت عايزها اه هتتجاب عليها بعد اه التأمل. لان التأمل في حلول كتير لحاجات جواك او افكار ومخاف جواك. ما لاش اي اساس. فحاول تتأمل عشان تتأمل روحك الداخلية. يجيك بقى حلم تجي لك رؤية تجي لك اشارة. المهم ان ربنا هيحل لك الحاجة دي اللي انت نفسك انها تتحل. طيب. اه شايفة كمان انه برج الجوزاء الفترة اللي جاية دي عندك اه خلينا اقول الامور اه هتبقى احسن يعني لو بتسأله في دماغكم امتى مثلا الشخص ده هيرجع. اه فهو هيرجع في القريب العاجل قريب جدا. او الشخص الجديد ده هيدخل حياتك امتى? هيدخل برضو قريب جدا. في القريب العاجل. او في مستقبل القريب. اه لو بتسألوا الشخص ده اللي انتو بتفكروا فيه او جي في دماغكم اول ما انا اه حطيت الكروت فالشخص ده بيحبكو لا ففعلا بيحبكو. اه. طب. في حاجة تانية. اه ربنا هيبعتها لك ان شاء الله. فيه شيء افضل. ربنا هيهديك حاجة احسن. احسن من اللي انت خططت لها في دماغك. يعني لو بتسأل الحاجة معينة هتيجي. هتيجي بس هتيجي بتخليط احسن من انت خططته في دماغك. والحاجة دي هتخليك اكتر سعيدة. ربنا شايل لك افراح انت مش متخيلها. افتح قلبك و اه اه لما تفتح قلبك وتهدى لو تردب اللي ربنا كذبه. ربنا هيجزيك اكتر من اللي كان في دماغك. ريتكو حلوة قوي يا برج الجوزاء. اه اتمنى يا رب القراءة تكون عجبتكو. وحبابي لو سمحتوا ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بيه اشعار. واللايك طبعا علشان كل مويد برج الجوزاء. اشوفوا الفيديو واشوفوا الفيديو جديد يا مويد برج الجوزاء.